وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم لا يبحث عن الشفاء إلا من أحس المرض أما من أصيب بعلة فلم يشعر بها ولم يستشف منها فإن جراثمها تستشرف أوصاله حتى تأتي عليه وكذلك النفس الإنسانية لا يطلب لها العافية إلا من أدرك ما بها من أدواء واشعر بالنقص وعدم الكمال أول مراحل الكمال قال ابن عطاء الله السكندرية أصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن النفس وأصل كل طاعة ويقظة وعفة عدم الرضا عنها فرب رجل قليل المعرفة عامق الإخلاص كثير التفتيش عن عيوبه مجتهد في تسكية نفسه وترقية أحواله أرجع عاقبة وأرقى عاجلة ممن رضوا عن أنفسهم وغفلوا عن إصلاحها مشاهدين الكرام ما يسعدني أن أكون بصحبة فضيلة الشيخة الدكتور سلام عبد القوي أهلا بفضلتكم أهلا بكم مرحبا طبعا فضيلة الشيخة هذه المقدمة مستوحى من كتاب الجانب العاطفي من الإسلام للشيخ محمد الغزالي رحمه الله وعلوان مقدمة اليوم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله أما بعد فهذه الآية الكريمة هي في كتاب الله عز وجل في صورة يوسف وتحديدا جاءت ضمن الاعتراف الذي اعترفت به زوجة العزيز بأنها هي التي أوقعت يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم في الرزيلة والمعصية فعصمه الله تعالى ثم ألقت بالتهمة عليه بعد ذلك فاعترفت وقالت امرأة العزيز الآن حصل حق بعد السجن أنا راوته عن نفسه فاستعصم إلى أن قالت وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم إذن هذه الآية اعتراف وهذا الاعتراف رغم أنه جاء متأخرا إلا أنه يرفع من شأن صاحبه فالاعتراف بالحق فضيلة وهذا الاعتراف جاء بهذه الصيغة البليغة وما أبرئ نفسي الواو معطوفة على ما سبق والماء نافية تنفي عن نفسها البراءة لأنها وقعت في المعصية نعم فإذن هنا نحن نرى بشكل واضح اعتراف في كل التفاصيل إلى درجة أنها بتشرح الخواطر ورغبات النفسية التي حدثت لها من بداية الحادثة حتى الآن وهنا وقفة هامة لنا جميعا مع الجزء الأخير من الآية إن النفس لأمارة بالسوء نعم هذه قاعدة عامة لكنها تنطبق تماما على من على الذين أهملوا تلك النفس ولم يربطوها بدين الله سبحانه وتعالى ولم يزكوها بكلام الله عز وجل ولا بالصلاة ولا بالذكر فالنفس يا إخواني بطبيعتها كالطفل قابلة للتشكيل حسب ما تريد أنت النفس فيها قدرة فائقة على التحلي بالتقوى الكاملة وفيها القدرة الفائقة على التحلي بالفجور الكامل نعوذ بالله قال ربنا سبحانه وتعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقوى وتقوى طب فين بقى الميزان أو فين القيادة لو قادتك النفس تقودك إلى الفجور لأنه حينئذ سيقودها الشيطان إلا هو ولو قدتها أنت يعني تحكمت أنت في رغبات نفسك وفي شهوات نفسك وأصبحت مجاهدا لنفسك ليلا ونهارا مع كل موقف من المواقف تقودها أنت إلى التقوى نعم وهذا الذي عبرت عنه الآية أو عبر عنه سياق الأحداث كما أخبرتنا به زوجة العزيز فيا إخواني هذه الوقائع وتلك التجارب التي ينقلها القرآن إلينا ينقلها عشان نتعلم منها فأنت أيها الشاب وأنت أيها الفتاة لا تترك نفسك للشيطان يتلاعب بها كما يتلاعب الصبيان بالكرة حينها يدمر نفسك تدميرا بل قد نفسك إلى الله إلى طاعة الله جاهد نفسك وألزمها محراب العبادة والصلاة حينها تكون النفس زكية طاهرة نسأل الله تبارك وتعالى أن ينقّي نفوسنا ومن كل كذب ومن كل شيء لا يرضى به عننا ونسأله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا أجمع اللهم أمين رائع فضيلة الشيخ وعجزك الله كل خير